للتقس ثم نعود لمتابعة الحادث صباح الخير حسيبة صباح نور ناصر صباح الخير مشاهدين نعم ناصر تفضي حسيبة أجواء ممطرة صباحة اليوم مع العاصمة صح ناصر يعني مشغف العاصمة الأجواء راهي ممطرة حلراه يعني تعالى ناشاط يعني الأمطار الخفيفة راهي تساقط على كامل ولايات المناطق الشمالية أقول يعني من منطقة وهران وصولين لغاية عنا موارن بجزايا العصمة ومن مغنية وصولين لغاية مدينة تبسى راهي أمطار راهي خفيفة راهي تمييزهم نهار اليوم حتى بقادمة هذه الأمطار حتى الحشية إن شاء الله ويعود يرجع الاستقرار التدريجي إن شاء الله مع اليوم في الليل حتى غدوة صباح اللاربع ناصر كي نحدث ثاني يعني ناصر حي يخص تلاميذ الابتدائي شهد تعليم الابتدائي إن شاء الله نقول لكم كل تلاميذ حظ موفق الحل حيكون شوية إن شوية سخون على الشمال بسرح يكون سخون على هذا نقول لكم كل تلاميذ اللي بسو غدوة خفيف ودو معكم من المال حل حيكون شوية سخون بالشمال وسخون على المناطق الجنوبية وهذا الاستقرار إن شاء الله ناصر حيدوم حتى نهار الجمعة نهار الجمعة حنشاهدوا ارتفاع يكون محسوس في درجات الحرق وصوات الحق حتى الـ 36 درجة أو 38 درجة بالمناطق الشمالية وبالجنوب حتى الـ 47 درجة نعود ونشوفوا الحلقة حيكون إن شاء الله لظاهرة اليوم كي مرة نشوفه في الصورة تبقى دايماً هذه الشتاء الخفيفة تساقط على كم المناطق الشمالية حتى تكون هناك رعود ترفق هذه الشتاء إن شاء الله لظاهرة اليوم مش هتكون شتاء خير شتاء خفيفة وحتزول مع الحشية إن شاء الله كي ما قلت لكم بالجنوب الجزائري تبقى دايماً الحل يكون نصافي من أدرانتيمي مونرقان حتى عين صالح وصول إلى منطقة ورقلا والوادو ويكون حل مغيم على منطقة بشارة بالبالاتة حتى لمنطقة عنقز برج بجي مختار ومرتفعات الأهقار والتأسيل تكون مصحوبة بالرعود إن شاء الله لظاهرة اليوم نروح ونشوف درجة الحال القصوى إن شاء الله لظاهرة اليوم يبقى ديماً الحل شوية سخون كما نرى نشوف الصورة على المناطق الشامية ويكون حال سخون على الجنوب الجزائري بالجنوب الجزائري تلحق حتى الـ 25 درجة بعين قزام وبرج بجي مختار تلحق حتى كده المنطقة أدرار فيما يخص الـ 25 درجة نسجلوها بمدينة عين صالح 35 درجة نسجلوها بمنطقة الثامنة أو حتى منطقة بشار تاب البلا تاغيت 37-22 دوف و42 درجة على الخطة الرابط بين منطقتين منطقتين إليزي وعجانيات وبالشامل كما نرى نشوفه في الصورة الحال يبقى دايماً ندافع لكم المناطق الشاملية ويتلحق حتى 32 درجة على منطقة أفلو ومدينة الأهوار اليوم في الليل كما نرى نشوفه في الصورة يبقى دايماً الحال شوية مغيم رح تنقص الشتات تنشط على منطقة الجلفة وتيارة تحتى منطقة البيض وباقي المناطق يبقى دايماً الحال مغيم وبالجنوب الحال يكون مغيم على كم المناطق الجنوبية وتبقى دايماً نشتاء خفيفة رح تخص اليوم في إن شاء الله مدينة ورقلة رحوا نشوفوا درجة الحال إن شاء الله نسجلوها اليوم في الليل اليوم في الليل يبقى دايماً الحال في الليل دافي على كم الولايات الوطن ونتلحق حتى 13 درجة بمنطقة الوات 17 بالبيض حتى منطقة بوكتبر 14 درجة بجزء العاصمة بومردستيب بازا نفس المقياس نسجله ببجاية جيد جيسكيك داعنا بحفة لمنطقة القالة نسجله 14 درجة كذلك لمنطقة سنتينة برج باري جيسطيف بات ناس حتى منطقة سقهراس وتبسة تلحق 18 درجة بمنطقة الجلفة تيارت وواران وبالجنوب نسجله ما بين 22 درجة بمنطقة غرداية وحصل إلى 23 درجة بمدينة بشارتة بالبلو تاغيت 17 حتى ال 31 درجة من تيندوف إلى غاية منطقة عينكزم وبرتبجي مختار حالة البحر إن شاء الله على النهار اليوم والصيادين نقول لكم البحر لكم اللي يهمون البحر نهار اليوم البحر حيكون شوية مهول كما نشوف الصورة على السواحل الغربية والوسطى وحيكون بحر الشباب على السواحل الشرقية ريح تكون مختلفة الاتجاه على السواحل الغربية والشرقية وتكون الشرقية على السواحل الوسطى سرعة الرياح 28 حتى 40 كرامة في الساعة وللصيادين يما في اللي يكون خارجين تصيدوا نقول لكم اتجاه الموجة رح تكون من شمالية إلى شمالية شرقية على السواحل الغربية تكون شمالية شرقية على السواحل الوسطى وتكون من شرقية إلى شمالية شرقية على السواحل الشرقية رؤية متوسطة وعلو الأمواج ما يتعداش المترين إن شاء الله نعود نضكع للمشاهدين كل تلميذ غدوى ناصر رح يجتازوا امتحان شهادة التعليم الابتدائي حظ موفق لبسوها جخفيفة ودوا معكم للماء الحال رح يكون سخون شاء الله غدوى لاربعة شكرا لك حسيبة على كل هذه التفاصيل بخصوص الوضعية الجوية لنهار اليوم وكذلك يوم غد بتوفيق لأبناء